فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان وهذا اختلاف التضاد الخطب يعني المصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوع لأن القولين يتنافيان لا يجتمعان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم نعم هذا كما سبق أنه قد يكون مع المختلفين مع كل واحد منهما شيء من الحق فلا يجوز للمخالف أن يجحد كل ما معه بل يقبل ما معه من الحق ويرد من الخطأ هذا هو الواجب والإنصاف فلا أحد من الطرفين يدعي أنه هو المحق وحده وأن مخالفه ليس معه حق أصلا هذا من الظلم وللواجب أن ينظر في قول مخالفه فإن كان ليس معه حق فإنه ينكره كله وإن كان معه شيء من الحق فإنه يقسمه يقول هذا خطأ وهذا صواب هذا هو الإنصاف والعدل